السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة سعاد تيفي كنتمنى من كل قلبي هاد الفيديو يلقاكم وانتم فأتم الصحة والعافية ان شاء الله توموا بحببكم واللي عزيز على قلبكم اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الجاج مشوي بطريقة رائعة بطريقة تقليدية كي يجي رائع كي يجي ممتاز وكي يجي لديد بزف بزف مع هاد طريقة هادي ما غاديش تبقى محتاجين نهائيا للشوية الكهربائية وحتى الاخوات اللي كي يعجزوا انهم يشويوا هكايا من فوق الفاخر فهذا احسن حل لكم وان شاء الله يا ربي في نفس الفيديو غادي نتقسم معكم طريقة لعمل ميونيز بدون بيض طريقة ناجحة تيجي ميونيز لممتاز ورائع بمعنى الكلمة واحد صلاة اللي غادي سكون ان شاء الله خفيفة رفقوها مع هاد الدجاج فكانت من ان شاء الله تبعوا معي هاد الفيديو نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم ففرجة ممتعة بسم الله وعلى بركة الله في تتبيل ديو الدجاج غادي نحتاجوا نصف ملعقة من الكمون ملعقة صغيرة من الكركم او للخركم راس ملعقة من الحار او للفلفل الحار غابرة راس ملعقة من السكنجبير ونصف ملعقة من الفلفل الاحمر القليل من توم بودرة اللي كيبقى اختياري ملعقة صغيرة غير مملوقة من الملح ملعقة من صلصة الصوجة اللي كتبقى اختيارية فصلصة الصوجة وبدرة التوم فكيبقوا اختياريين اذا ممتو فرنش ممكن تستغنوا عليهم فصلصة الصوجة غادي تعاوضوها بالقليل من عاصر الحامض والتوم بودرة غادي تعاوضوه بالتوم المحكوك زيت الشوية ديال الهريسة الحار دائما كيبقى على حسب الضوغ والرغبة غادي نضيفه لها التوبل ديالي القليل من الماء وغادي نخلط بشكل جيد غادي نوضعو الماء ما غاديش نوضعو الزيت تتبي لك تبقى هكك شوية عقدة فجاج هنا عندي 900 جرام ديال الجاج فكيف كتشوفوا معايا قسمتوا بهالطريقة هدي كناخد الفاخد كنقسموه هكك من الداخل وكنحاول نخلي عليه الجلدة باش كيجي زوين في المنظر وكيدخلو الطياب زوين صدر ايضا قسمتوا بهالشكل فحاولوا الجاج ديالكم هكك يعني يتفتحوه باش يدخلو التتبي لهو ايضا يدخلو الشواء بسرعة فكنحاول ندوز هالجاج كاملو في هالتتبيلة بهالشكل هالتتبيلة هدي رغم البساطة ديالها فهي كتجيب الجاج لديد لديد بزاف بزاف غادي نزيدوا بعض ان شاء الله الإضعافات غادي تشوفوهم معايا فيما باك فغادي نخلي الجاج ديالي محطوط بهالطريقة هدي فالجاج جلدك تكون الفوق والجاج فين ما عندنا مفتوح كيكون الأسفل باش كي تشربنا دك التوابل ودك اللي قامة غادي نغطيها كبوحة البلاستيك اولا إذا كانتوا علبة تغلقوا عليها وغادي نخليه يتشرب بالنسبة لوقت ديال تخلي الجاج يتشرب لحسب الوقت اللي عندكم يقدر تخليه حتى الليلة كاملة يعني كل ما بقى في هالتسبيلة مزيان كي تلدد أكتر كي كتشوفو معايا أنا خليس الجاج ديالي نسب ساعة فقط كيف كتشوفو يعني فاش كان قلبوه كالقواه تشرب دك الماء وديك اللي قامة ما بقى تشقع في الطبص هالي هنا كنت خديت طحانة تحنت فيها ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم والقليل من القصبر ومعد نس مع الزيت وعاد كنضيفهم في هاد المرحلة هدي باش تومة كتبقى عاطية في المعدقة ديالها في الدجاج وكتجيبوا الديد وحتى المنظر ديالهم كي يجيزوين فهالتجاج ممكن تزيدوا لي حتى الزعتار ولا اي اعشاب منسي ما كتبغيو فانا خليتوا به التسبيل هادي فقط تبا كندخلها كافي هاد الزيت مع القصبر مع الدنوس والتوم وغادي ندوزو ان شاء الله نحضرو علش غادي نشوي هالتجاج ديالي غادي نشويه ديال الحجر اللي كنوا متأكدين بانك يعطي واحد نتجة هائلة جدا هو نفس الحجر اللي كنتستعمل فكتعودوا تغسله وكتعودوا تستعمله فانا غادي نوضعوها كافي المقلة التقيلة فهاد الحجر كانوا اغلب الاسئلة فاش قدمت لكم عليها الخبز منين كتجيبو فكيف قدت لكم كيتباع عند اصحاب مواد البناء فهو متواجد بكترة وفيه الارقام يعني فيه رقم واحد وجوج وثلاثة فانا خديت الحجم الكبير يعني اللي كيبنيو به خديت الحجم الكبير فكونوا متأكدين ان هذا رمك يترتق متى شي حاجة لانا بزاف قالوا يمكن يترتق ابدا لو كانا غادي شكل عليكم اي خطر فمستحيل انني نتقسم معاكم لا الخبز به ولا هكا الدجاج فانا نخف عليكم كتر ما نخف على راسي فنبغي دائما نقدم لكم الحاجة اللي في المستوى واللي ترككم وما تحشمكم شي فهنا اخديت اشعلت على الحاجة ونخليه حتي يسخن وغادي ندهنه بالزيت باش الدجاج ديالي ما يلتسقش كتدهنه غير وحد دهينة خفيفة فانا هنا درت مقلة صغيرة فيعني باش غير انتوا ما يتشوفوا انها حتى هي تصدق انكم تشويوا عليها كيكون عندكم واحد الكمية مثلا صغيرة ديال الدجاج ولا مثلا كمية صغيرة ديال الحاجر فغادي غير صغيرة تهييها كمقلة ما تكونش بقى صلحة الاستعمال تودعو فيها الحاجر وتشويوا عليها فغادي تشوي لكم مزيان وايضا المقلة ديال المسمن حتى هي تصلاح لكم يعني ما تخافوش عليها ما كتتقشر متى شي حاجة يعني تصلاح تشويوا عليها فكننرفض الدجاج ديالي وكنحطه بهذا الشكل بحال لا غادي نحطه فوق شوية الكهربائية ولكن لا علاقة ما بيل الشواء فوق الحاجر وما بيل الالة الكهربائية لا علاقة لسه الطعم ولسه السرعة ولا يعني هاته الطريقة هاته هي طريقة ناجحة جدا فالجاج ديالي كنحطوها كما كنقش نقلبه حتى هكا كنحس به طاب لي من الاسفل عاد كنقلبه يعني تال الاخير يكون نشوفه مزيان وعاد بكساء ما شي مشكلة بقوت حمره هاته الجيهة و هاته شيها قبل ما غادي نقلبه كناخد شياكة ديال الزيت وكندهنه باش غير ما يلسق شو صافي كنقلب الجاج ديالي كيف كتشوفو ما شاء الله يعني كياخد واحد اللون بيزوين وطياب ما شاء الله كي نخلوه بسرعة فكيف كتشوفو معايا بهات الشكل يعني كي شبر الطياب نبقى نقلبه وما كي لسقش في الحجيرات او للحجر نهائيا لانا فشتي طيب ما كي لسقش في الحجر وايضا الخبز راح ما كي لسقش نهائيا يعني ما كي لسقش بصيفة نهائية غير هكا تيدخلو شوية طيب عد قلبه الجاج كيتشوف بسرعة والاهم انه كيتشوف نفس الوقت كي طيب فالحرارة غدي تكونو كتتحكمو فيها يعني في اللول من بعد مما غدي يسخل الحجر نزلو الحرارة خليو الحرارة غير مهيلة او لمتوسطة فالحجر كي شبر صخانة او هكا يعني في الاول ما تقلبوش بزاف حتى هكا تشوفوه نشف الجاج وتبدا كيتحمر عد تبقا وتقلبوه هكا يا باش يتشوه مزيان ويدخلو الطيب غدي ندوز ان شاء الله مع بعض نحضرو واحد صلاطة اللي غدي تكون خفيفة ان شاء الله ولكن كتبقى لديدة ومغدية صلاطة دينا غدي نحتاجو جوجكو اسمينا القمح فهد القمح هذا كيتبقى جاهز كيتسلق في عشرات دقايق فهو هدا عن قرب كي جلديد بزاف بزاف هاد صلاطة غدي نوضع ليه قياس كأسين من الماء وشوية ديال الملحة وغدي نضيفوه نعملوه يتسلق فهنا المايونيس غدي نحتاجو جوج حبات من الجبل او للفرماش ممكن تستعملو غير حبة واحدة غدي نوضع ايضا القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود وغدي نوضع الحليب فالحليب غدي نوضع خمسة ديال المعالق تقريبا ربع كأس ديال الحليب فالكمية ديال الحليب قليلة ولكن كتعطي يعني واحد الكمية اللي غدي تكفيني ان شاء الله للسلطة ديالي فغدي نزيد على الحليب مع الجبن مع الابزار والملح غدي نزيد الخل والخل هو السير ديال هاد المايونيس باش كتطل علينا فبنسبة الجبن او للفرماش ممكن تعوضوه بلا موطرت فموضحتش فاش كنت كنضيف الجبن لا موطرت غدي تعطيكم حتى هي نتيجة زوينة بزاف غدي نوضع جوج معالق ديال الخل فالخل اللي استعملت للخل الابيض ممكن تستعملو الخل العادي فغدي نخلط بالميكسور او لا باي خلط كهربائي قليلة خفيفة وغدي نبدأ نضيف الزيت فالزيت ما كياخدش هاد المايونيس ديال الحليب فما كياخد لناش زيت بزاف لانه بسرعة كيطلع كنبقى نضيف الزيت او كنخلط فالزيت بنسبة المبتلي اضيفوه بالملعقة يعني اضيفوه غير بمعلقة بمعلقة بش ما يتكبليكم شد بزاف فالمايونيس ديالي كتطلع بسرعة في دقيقة كتطلع يعني العكس ديال البيت كتشد شوية القاوم بالمايونيس هو هادا كتجي واحد المايونيس اللي لدي ده بزاف بزاف والزيت فرفدت لي واحد الكمية اللي قليلة تقريبا هكيك واحد تستديا المعالق اي ربع كاس القمح ديالي فهو هادا يعني كي ينشف عليه داك الماك نخليه كي تسلق داك المميها حتى كي ينشف غادي ان شاء الله هنوضعوها كاف واحد الاناء اللي ان شاء الله غادي نزيد له بعض الخضر هنا عضيفت له الدرال معلابة وغادي نضيف له علبة من الطن مصفية من الزيت غادي نضيف له القليل من الكرمب او للملفوف فالملفوف نضيفه بهذا الشكل كناخد هاد الموس وكنحاول نبشره وايضا الجازر اللي ما بشر هكي بهذا الشكل فانا هادو هم الاضافات اللي غادي نزيد بنسبة لكم ممكن تزيدوا الخيار تزيدوا اي حاجة انتم ما تبغيوا تزيدوها تزيدوها ما طيشها البصل وكناخد المايونيز ديالي وكنضيفها على هاد القمح وغادي نخلط بشكل جيد فانا ما غادي نحتاج نضيف لها ملحة ما غادي نحتاج نضيف لها زيت لتشي حاجة من السبا لانا المايونيز فيها الشياد اللي بزار فيها الشياد الملحة فيها الخل فيها الزيت الصافية كتكون هي هاد صلطة خفيفة كترافقوها كمعة الاتباق ديالكم وجج ديالي دبا غادي نحيدو ان شاء الله من فوق الحجر فمن بعد ما تكملو شو وكنتوا مازال كتنزلوا الطبلة خليوا الدجاج ديالكم فوق هاد الحاجر وطفيوا النار فكي بقى سخن له فدجاج هو هادا وخا واحد الكمية اللي مشي كتير ولكن ما شاء الله كيجي زوين بزف بزف يعني وكيتشوها بسرعة فخيكون عندكم حتى الجوش كيلو كيلو نص شوية بنفس طريقة فما شاء الله يعني كيجي رائع جدا وكيجي هاد جاج نمشوي يعني واحد النتيجة اللي مذهلة وصدقوني هاد النتيجة احسن بكتير انكم تشويوها هكيا في الفورن او لا تشويوها من فوق الالة او لشوية الكهربائية فان شاء الله هاد جربتوا هاد الشي من فوق الحجر فالنتيجة غادي تصدمكم نتيجة اللي رائعة جدا الصلطة ديالي بسيطة غير هكا نزلتها ديدا بزاف بزاف وزوينا والجج ديان ايضا كي جي لديد بزاف بزاف كي كتشوفو كي جيفتي يعني واحد ما تصورو شحل كي جيفتي وشحل كي جي لديد وفيه واحد المدق ديال الشواء اللي كي حمق فكنتمنى ان شاء الله نكون خفيفة ضريفة على قلبكم كانتمنى ان شاء الله تكون استفتوا من هاد الفيديو اليوم ولو بالقليل فكنتمنى ان شاء الله تدعموني بلايكة ديالكم تجي عد ديالكم الله يحفظكم والله يرحم لكم الوالدين فكنتمنى لكم دائما وابدا دوام صحة ولا عفية نطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله مع وصفة جديدة او اقتراح جديد طلعوا لي افراسكم استودعكم والله اشتركوا في القناة